موسيقى موسيقى بالتراث البغدادي نحييكم أحبة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بين دجلة والفرات حلقتنا لهذا اليوم سأأخذكم بها بجولة تراثية جدا مميزة هذه الجولة سنتحرف بها على تراثنا البغدادي وكذلك تراث محافظاتنا العراقية اللي ابتدأ من القصب والهور وصولا إلى الخشب والأنتيكات والتحفيات التراثية البغدادية تفاصيل مهمة عن هواية ابتدأت وكذلك أصبحت ورشة لنرى هذا المكان الجميل الذي بدأ بالفعل يصدر إلى المحافظات العراقية ولهم نية أن يصدروا تراثنا إلى العالم حلقة جديدة من برنامج بين دجلة والفرات أهلا بكم بعد أن اختفت الأنتيكات والتراثيات البغدادية من البيوتات العراقية عادت ورش بغدادية جميلة لتصنع لنا جمال التراث والأنتيكات في عموم محافظات العراق ومن هذه الأنتيكات والورش البغدادية لارين بغداد للتراثيات مع صاحبها العم أبو أحمد السلام عليكم عم أبو أحمد السلام عليكم شوناك يا ذا؟ شونا الصحة؟ إن شاء الله بخير بالبداية نتعرف حضرتك بولارين بغدادية أبو أحمد والحمد العراقية نعرف نحن هاوي تراثيات طوانك هاوي تراثيات وبدأنا نشتنوها إن شاء الله قبل ثمان سنوات سبع سنوات جيد هنانا أسئلة راح تأخذنا طويلة بالبداية ليش أسستوا هيش مكان للتراثيات البغداديات؟ نحن بدايتنا بدأنا بشاء بسيطة وحبيناها بدأت توسع عندنا والعالم تطلب هذا الشي ورجعت العالم إلى التراث الأصلي مكان المستورد قامت العالم تجيش للتراث البغدادي اللي هو الأصلي نعم وهسه كل بيوتات بالعراق ما نقول ببغداد بدأت تأخذ أركان البغداديية تستخدم أركان البغداديية يعني بدأت أنتو كهواية طبعا من هواية بدأنا هواية والحمد لله أشكر توفعها كيف تأخذ من ذني البغداديات؟ فخاريات من الطباق الخوص نعم بدأنا نطور نلاحظ بهاي الورشة مو بس فخاريات وطباق الخوص وما إلى ذلك نلاحظ هناك أشياء ثمينة لها عمر طويل هناك تفاصيل تاريخية قديمة جدا ماذا حصلت على هذه الأشياء؟ هناك بعض الناس القدماء مختلينها قبل بدأت أجال وراء أجال قائم بيعوهم نحن نختلين نشتريهم ونحافظ عينا نشتريهم ماذا تأسستوا هذه الورشة؟ 2014 2014 عبان تنظيم داعش الارهابي استغليتوا هذه الفترة نستطيع أن نقوله ما أثرت عينة بدأنا نستغل لنا مغراض ونشتري وفتحنا معمل وعملنا بالنجار رجعنا التراث البغدادي والحمد لله وشكر اختاريتوها كهواية بعيدا عن الربح والتجارة من جملة الأشياء التي لديك القديمة لو تقول فينا عليها المعروضة البريق واللقن هذا معروف سلبجة المعروف عد العراقيين جميعا هذا جنوب بريق واللقن الباقي المحافظة سلبجة نعم أو أقدم شيء أقدم شيء اليوم أنتو كبداية تأسيسكم مريتوا بمراحل مراحل كبيرة لو تتحدثين عن المراحل اللي مريتوا بيها إلى أن وصلت إلى هاي المرحل طبعا كل عمل متعب كل مراحل متعبئة والمنافسات المتعبئة والمنافسات حلوة جيب نتيجة المنافسات الشريفة طبعا طبعا جيب نتيجة مري نوعي مراحل أنه تسويق وتشتغل مداخل بغداد كل خارج بغداد محافظات فتروح تعبيوا تعب زيان أنت دورك خصصت جزء من لارين بغداد إلى أن يكون متحف شخصي لحضرتك وشفنا عندك أيضا المقتنيات بشلون استطاعت تجمع هاي المقتنيات وشلو المقتنيات اللي يقتنيتها أنت بعيدا عن العمل الخاص بك ذكرت لك يعني قلت لك هذه العالم تجيب قامت تبيحها نعم ومتعرض قيمتها بس ما يعفونا ببيعها قمنا ناخدها نشتريها بأسعار زهيدة كانت يعني حاليا العالم قامت تعرفها اختيناها الرحة اللي موجودة السناكة حاليا وهذه الأمور كلها مقتنية كلها قديمة كلها قديمة الرحة عندك الهاون الهاون الجاون كل أشياء قديمة السيوف الخناجر كلها موجودة السيوف الخناجر اخترتها أنت خاصة إليك نعم هذه خاصة بي وهذه المكان خاص بي بابل مطبك بيوتات البيت الطين هناك مواضح بالكاميرا هم اختينياتها الشكل التنور الطين لو البيت الطين البيت الطين على شكل مصغر يعني شوان قبل نعيش بالريف أي بيوتات طينية ريفية فجبنا جسسناها مجسامات وخليناها بيوت ذكرها جيد شلون ردت يتطور من حال هوايتك إلى أن أصبحت عمل يشمل جميع محافظات العراق هي شتعبنة طبعا التواصل الاجتماعي النشر والعالم قام بشجع أكثر ناس قام بشجع هناك أكثر شي يعني بداية هواية خاصة بنا بس تجيع الناس لو حبوا لها يعني أنت في 2014 كنت هاوي نعم تجيب هاي المقتنيات تصورها نعم خاصة بي تنشرها على مواقع التواصل ايه خاصة بي يعني بعدين الناس شجعتنا لهذا الشي تدفعتنا نسويناها تجارة يعني العالم الناس تريدها يعني شنة تسوي هاي التراثية هاي عمرها هالقات كذا وتنشرها للناس بالإضافة إلى أنه عندك حرفة ومهنة نعم شون استغلية حرفتك ومهنتك مع عملك هي والمت الحرفة ماتي والمهنة الحرفة نجارة خشة يعني والنجارة بتعود لها يعني قبل الزمان يعني يعني النجارة أنت توارستها؟ لا أتعلمتها هاي تسوي ما عليك هذا التعلوم نريد ننقر رسالة واضحة تعلمت نجارة يعني واقف يمه وتعلمت شوي شوي ويعلمني لحد ما الحمد لله وفق لأن الحمد لله وفق تعلمت هاي يا مواليدة بخمت ما شاء الله العمر كله بعد صغير اتخصصت بصناعة أشياء معينة لجميع التراثيات البغلادي شنو التراثيات قبل أن نشرع عليها تذكرنا إياها اسم يعني عندك أكثر الخشبيات أنا أكثر شيء الخشبيات أحبه أشغال تورني وعمل يدوي أحبه الباقس يعني أشتري مثل الطبقة أنا ما أقدر أشترها نعم الحياك الخوص ما أقدر أشترها مو شغوتي بس أقتني بس أكثر شيء الخشبي تقتني هذا كله يعني اقتناء من أجل إبراس تاريخ العراقية بعد التسعين بدأت العالم بعد السقوط نعم بدأت العالم تستورب قام يستيراد فالعالم صار يستيراد مباحل لأي شخص أنا أنت يستيراد مرة يستيراد فالعالم نسيتها الشيء الآن رجعت لها بالضبط الآن استيراد لا يفيد العراقي وهذا جمال هو أصلا جمال العراقي قد قنا 1-7 نرى قيمة العمل المصنع يختلف عن قيمة العمل القديم جدا والمستورد القديم يعتبر تراث يعني أي شيء عبر 50 سنة يعتبر دخل تراث جيد أي واحد يريح يحافظ علي بأي صورة هناك مقتنيات عندك دخل 50 سنة طبعا عندي ما هي هذه عندك هذا نعم دخل أكثر من 50 سنة أظن الهاون هذا 75 إلى 80 سنة 75 80 سنة هذا أنت قتنيات نعم عندك هذه وهذا لا يمكن أن تجعل الشخص نعم إذا أخذنا منك ما تطينا إياه أكثر عبر أكثر من 90 سنة نعم هذا وين كانوا يستخدموه الذن كل بيوتات استخدمين بيوتاتنا العراقية هذا يسمى أنا اللي أعرف ه شولة شولة قديمة كلش القورة طبعا هاي من الكهرب جلده ماته كهرب كهرب نعم أحجار كريمة كهرب وهذا الهاون والهاون بعدها كانت رحة والنوب صار هاون رحة يستخدموه للحنطة للرز للحنطة للشعير هذا الهاون الدك دك كهوة سمسيم سمسيم صحيح هذا كانوا يستخدموه البيوتات العراقية أيضا الربل اللي شوفناه بالأمان الربل هذا 1950 ما هو اقتنيته هذا الشخص ومعتز بي كل شيء رجل كبر من العمي ومعتز بي هو حاولت اقتنيته اقتنيته هو رجل من البغدادين القدماء طبعا 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 منطقتك الشعب فادتك بهكذا التراثيات طبعا شنو نوعي بالتشجيع وجمالية المدخل الشعب يعني من تدخل المدخل الشعب ومعتز بي جمالية عدل هذه المغداديات بالواجه جيد بالمهتنات ويأتي العالم حتى لو يشتريها يأتي باو يتونس جيد ويأتي شعر الخيصة يعني لدي شعر جيد دعونا ندخل الخشب والتفاصيل البغدادية الباقية والخوس والسجاد لكن بعد نذهب فاصل قليلا إذن مشاهدينا الكرام فاصل من بعدها مكملين حلقتنا لهذا اليوم الرحب بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى ونرحب بالعم أبو أحمد أمي أبو أحمد مرحبا بك مرة أخرى شكرا لك على هذا الجمال البغدادي الله يحفظك بداية بهذا البارد نبتدي كيف استطعتم أن تجعلوا هذا الخشب حي ينطق عن التراث البغدادي نعم هذه هواية مثل ما قبل وضعت لك هذه هواية وبدينا بغاية نطور نعم يعني بدينا القنفة أو تخم القنفات أو الجلسات البغدادية أو الجلسات العربية بدنا نطورها نطورها هي قبل أجمل وقلنا نطيها جمال نزيد نضيف عليها الجمال نعم بدنا نطور هذه الأمور الخشبيات احكي لي هسا شنون عندك حتى نحكي عليهم هذا كل جلسات بغدادية جلسات عربية نعم شناشيل بغدادية شبابيك شبابيك مفروشات بغدادية زين كلها موجودة التصاميم أنت تختارها نعم من حرفية حرفية نعم نختارها من حرفية نتخيلها نعم تتخيلها تتباوع مثلا على شعر الرشيد شفت الشناشيل وليس شرط أنه على شعر رشيد شعر رشيد إلى اسمه وإلى صيته وإلى تاريخه وانت تجري تعكس تاريخ بضضع وإحنا قلت لك إحنا ما أخذها من القدم نعم يعني شي قديم وبدينا نبع لها إن شاء الله ونطورها نطيب على الجواني أكثر الاستيراد الخشب القصب هذا اللي أمامنا مين تجيبه هذا قصب قصب ناصرية هذا مستيراد هذا عراقي الخشب يأتي من كل دول يأتي التركي ويأتي الروسي ويأتي الألماني أثر عليكم الاستيراد طبعا لأنه ما عندنا خشب ما عندنا غابات ويأتي خشب ما أعرف يعني كل دول العالم الخشب البورمي وتستوردت سيراد كل خشب البورمي تستخدمها الشام والزان كل خشب نستخدم يعني دخلنا نقول دخلت العامل الأجنبي دخل العراق سويته بي حداثة بغدادية جميلة والعامل بالضبط المادة من خارج بس الايادة حرفية عراقية ما نقصد العامل يعني أقصد المادة الأولية المادة بالضبط المادة نستوردها حال أي دولة نعم شو تستخدمون من آلات ومواد وهذه التفاصيل الآلات النجارة ما أعرف عنها الكتر سين هسنا نشوف الشناشي البغدادية أمامنا بيها تفصيلات جدا مميزة هاي شو تصنعها بالخشب يدوية يدوية نعم كل يدوية شو تستغرق هذا كل يدوي هواي هذا طابق يدوي النقشات يدوية كل يدوي شو تستغرق منك كمي هواي مثلها طويل عندنا عشر تيوامل خمسة عشر من القطع آه القطع الوحي نحن يدوي زيان أكو جلسات عربية نعم شنو هاي جلسات العربية عندنا مثل الأرضيات نعم اللي هي عربية موجودة جلسات وعندنا الكرويتات البغدادية هذا استحدث سواءنا هسا هاي جلسين هاي نظام أوروبي يعني دخلناه أشاء الله تبي وعندنا الكرويتات البغدادية مرات حسنا زيان هاي البغدادية كلها مفكرين مستقبلا نقدر نصدر ثقافتنا البغدادية عبر هكذا يعني ورشات إلى الخارج حاولت السؤال مو حاولنا سؤالك مكانة طبعا أكثر دول يسان عدي بيج اللي ما أعرف لاري مغداديات أكثر دول عربية تدخل علي تريد من هذا ما أكو هذا هذا بس عندنا بالعراق بغدادية فقط بالعراق تريد هذا التراث من عندنا فما عندنا الإمكانية لنصنع مو عندنا إمكانية ما عندنا دعم لنصنع ما عندنا مساحة لنصنع بهذه المواد ونصدر زيان احنا اليوم نعكس وجهة ناصعة لبلدنا وجهة مشرقة لبلدنا ليش محاولة تتواصل مثلا مع أجهات معنية مع مثلا وزارة الثقافة نعم احنا من خلال قنوات اللي أنتم من خلال قناتكم والقبلها 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 وعلى قنوات معها وثلاثة صلاحة احنا نقلت لك احنا السلبيج وانا معروف على العراق كله على مسؤول العراق كله نعم من الشمال للجنوب يعني ما أعتقد حتى مسؤول ما شافي ولا مسؤول ولا زوجة مسؤول ولا بمسؤول ما أعتقد ما شافي وأكو من يتصلون هاكو مسؤولين يأخذون منك طبعا اهه أخذون بغداديات وغالين مو لا ما عن علاقة أنه كان امكانية قوية امكانية معنا احنا اسعارنا محدودة ارباحنا مسترزقوية محدودة زين يعني قدمونا دعم معنوي نبارك الله بكم الشغل طورو بس ما ما اكو دعم معنوي او مادة صحيح او مساحة يطلون مجرد مساحة مجرد كتب تخويل كذا تفاصيل يعني هايتحتاج لها موافقات صحيح فحنا نتمنى من وزارة الثقافة لطلاع على مشروع العام ابو أحمد هو الهوايات البغدادية وتصدير الهوايات البغدادية للخارج وبالتالي احنا داعمين يعني كل الدعم لأحد يصدر مشاريعنا التراثية الى الخارج انا من خلال بين دجل والفراث قدمت اكثر من 250 حلقة فصار عندي شغف بالتراث شوان هسا انت صار عندك شغف بالتراث صار عندي شغف بالتراث بالتراث العراقي شفت اشياء تراثية عراقية وبعد عندنا اكثر من 250 شي موجود عندنا بغداد مليانة تراثية لا اكثر انا سحر تقليل 200 و200 مادة شنو هاي المواد كلها البغداديات اكثر 280 قطعة اللي هي جاشطل بها نشغل بها كلها بغداديات كلها بغداديات وبعد يعني داخل بشي يعني بسيط جزء بسيط جزء قلت لك انا رأي دعم جزء شنو رأيك نكمل حلقتنا حتى بلوكيشن اخر حتى الناس كلها تشوف هاي اللوكيشنات البغدادي اذا مشاهدين الكرام فاصل من بعدها نكمل حلقتنا لهذا اليوم راح بكم مشاهدين الكرام بالجزء الأخير من حلقتنا اهلا بك عمي أبو أحمد وهذا الجزء اللي هو الخيمة البيوتات الطينية التنور الطين هاي البغداديات اللي صراحة افتقدناها انا عايش بمدينة ريفية سابقا فأعرف هاي التفاصيل اريدك تحجيلي عن الخيمة عن هاي التفاصيل عن التنور الطين الخيمة تعترف أنها عربية نعم شوالة صحراء للصحراء بالضبوط نسموها الخيمة بيت الشعر بيت الشعر البدو هو بيتو كل عرب استخدموها الخيم اللي هي بيت الشعر اللي وراي زين أمطار ما أمطار ما تثير بيها طبعا كل عمل يدو عمل يدو حتى السقف مال عمل يدو منين هاي منين هاي المواد الأولية مالتها وشنو المواد الأولية وبر البعير وبر البعير بيت الشعر يسموه الشعر ما الحصان والفرس يستخدموه 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 والأرواق مالتها نفس الحال وبيوت الطينة البيوت الطينة والله كل العراقيين كل العراقيين كانت بيوت الطينية مو بيوت الطينة الكراتة كانت بيوت الطينية بس كل العراقيين عاشوا أجداد أجداد عاشت هاي بيوت الطينة صح وشي حلو مريح النفس كان يسوونا لبن طبعا اللي هو عبارة عن طابق طيني وعمر ما رح سميناه مناز والله قبل عمر السكان لنا تروح المنازات القريفية نجيه بعد بيوت الطين موجودة وأكو شيلفة انتباهي يعني عمري تقريبا عشر سنوات اثناع سنة كانوا هل يستخدمونه اللي هو البعض يقل سقية والبعض يقل ششوة ششوة من ضمال لبن مال اللبن نعم الششوة معروفة ششوة العراقيين كلها موجودة خلفة موجودة خلفك صحيح أقدر يطلعها ولا معروف وراه يطلعها مصورة الششوة معروفة وكنت هاي مصنع وحدها طبعا هاي مصنع يطلع لبن يطلع زبا يطلع لبن يطلع لبن ويطلع دهن حور صح هذا يظلون يخلون بفرور الجربة الجليد الجربة الجليد اللي كلها عايشين زين اليوم انت وكم شخص ديشتوه احنا يعني يعني كم شخص لو كشم شخص يدير انت وكم شخص وياك احنا 12 واحد 12 واحد وياك ولدك احمد الله يحفظهم وعد خلفات وعد عمال يعني مشروع صغير مشغل 12 عامل بالتالي مشغل 12 عراقي كيفما اذا كان دعم لا اشغل 2000 اشغل 5000 بعد يمان اشغل 10 000 اقدر زين اذا هست جاك ووزيره قال لك يلا ندعمك بكل مواجه لا كل رحابة صدر صح نحن نريد هذا الشي نتمنى هذا الشي التراث عراقي جيد نجي الباب المواطن العراقي شو نشوف اقبال المواطنين العراقيين على يعني التراثيات البغداديات واعطاء اركان تراثية في بيوتاتهم سؤال وجه شو قبل سنتين قبل تس سنوات نحن صلنا بقى المجال قلت لك 2014 بدنا بشي بسيط وحتى العالم يعني تاخذ شي بسيط 2018 2019 و 2020 بدت العالم باقمال موطبي يردون هذا الشي يعني ناسا اكثر اغلب تسعين بيوت العراقيين يستخدم ركن او ما ركن بغدادي يا امو يسوي لبيعات بغدادي يعني كامل اثاث بغدادية هو شي شولت رجاء ولا اكو طلب طبعا من المواطنين طلب بصورة مو طبيعية زين يعني السؤال والجواب والمبيعات بصراحة نشك يا شي مو طبيعي يعني يعني حتى احنا ما مستوعبين او انا ما مستوعب انه يعني كفك لا ما مستوعب القدوم الناس تريد بل ضبط وما عدي ايش مكاني يعني ما عدي ايش مكاني جيد يعني ذا يومية طبلي ثلاثمية مئتين واحد ما عدي ايش مكاني مجرد ما انت هواية سويتها عمد خلال مواقع التواصل الاجتماعي انت شارت الحمد لله شكر وغطينا المحافظات اكثر ورسالتك للمواطنين لجهات المعنية بالثقافة العراقية شو كل العراقين عندهم ثقافة كل العراقين هو أصل الثقافة يبدو على الثقافة فهذا الشيء هو يدخل سرولك بدون ما انه تدخل انته كل التراث العراقي فما يحتاج انه ثقافة هو هو أصل ثقافة هو تراث الثقافة اهدافك المستقبلية شون راح تفكر تسوي والله كواعدة ان شاء الله يعني اذا الله خلانا طيبين السنة المقبلة ان شاء الله فكواعد أريدك تحكي لي إن شاء الله المعرض اللي شفناها هناك شون ذن البستوقة اللالة نكون التراثيات يعني كله هذا أسماهن أسماهن العراقيين يحبون أسماهن اللالة والفانوس فانوس والجربة والعليجة والربابة والشباك والزبيل اللي هو علاقة خاصة سنقام يسموها الزبيل العليجة شنو العليجة اللي هي هاي هاي الجنطة الجنطة حاليا سموها يسموها جنطة قضل العليجة حطاهم بها كل شيء عزال العليجة هسه جنطة بالضبط المدات الشجاع جيد واي بور واي شاء الله احنا نشكرك شكرا جزيلا على كل هذا الإبداع هاي التفاصيل اللي عشناها اليوم عشنا أيام زمان عشنا بغداديات جميلة إن شاء الله جا يجمل شكرا إليك عمد شكرا إليك وأنتم مشاهدين الكرام مثل ما شفتوا هذه البغداديات الجميلة نتمنى من الجميع أحياء التراث العراقي بكل ما أوتيتم من قوة وكذلك أتمنى من الجهات المعنية دعم هكذا مشاريع تصب في مصلحة الوطن والمواطن إذن مشاهدين الكرام وصلنا إياكم إلى نهاية حلقتنا التي اعتنت بالتراثيات البغدادي نلتقيكم بحلقات أخرى حتى ذلك الحين إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر